يمكن الشعار اللي حطوا مهرجان الدراما اللي هي 60 سنة دراما انا بعتقد ان احنا 60 سنة ابداع ليس في نطاق الدراما فقط ولكن في كل نطاقات الثقافية والفنية والطرفهية اللي تقريبا زي مصطفى تفضل وقال في الاول ان احنا بنحول مدينة من مدينة الالغام الى مدينة تجذب كل انظار العالم في 45 يوم احنا استضاف اوزار المهرجان مليون وحوالي 70 او 80 الف مواطن في منطقة نطاقها الجغرافي حوالي 60 كيلو في عمق اللي كنا زمان بنقول عليها صحراء الموضوع ما بقاش صحراء تماما احنا يمكن شوفنا فعاليات جوا وبحرا وشاطئا وارضا فعاليات غير عادية وغير مسبوقة يعني سباق طائرات شارك فيه مظلات من الجيش المصري شارك فيه من الامارات عدد من الدول شاركت في هذا السباق اللي يبدو انه عالميا بالفعل سباق قرى شاطئية على الشاطئ ثم 100 سيارة فارهة بتتحرك من سفاجة الى العالمين في عرض اكثر من رائع العالم كله تابعه وجود فنانين من كل العرب يعني الحفلات لأول مرة في هذا المكان كامل العدد وكل التذاكر محجوزة اطفال وشباب وكبار كل الحفلات كانت محجوزة يعني حوالي 12 او 13 حفلة لقبار الفنانين العرب كلها كانت كومبليت بدون اي فكرة ان تذكرة واحدة باقية لم تحجز وبناء انا عليه تعتقد ان المهرجان ده ادر ان هو يعني يضيف للدراما او للرصيد الجنائي المصر مسافة تكنقة فني هو مش اضافة بس يعني احنا بنسبع كلام الفترة الاخيرة كان دايما كل حد يقول عايز تشوف اي فنان عايز تقابل اي مصقف عايز تقابل اي حد له علاقة بالفن والثقافة هتشوفه في مهرجان العالمين يعني تقريبا مصر كلها والوطن العربي كانت بتحتفل بمهرجان العالمين لو جينا اتكلمنا عن ما قدمه فنيا وما قدمه موسيقيا وما قدمه على المشتوى الفني ليسا حفلتها كانت كامل العدد نانسي عجرم كانت كامل عدد رغب علامة كامل عدد كارول سفاحة كامل عدد ده فنانين خارج مصر فما بالك بقى بالفنانين المصريين متحط صالح وعاية الحجار وتامر حستي في حفل الافتتاح اللي تقريبا كان يعني اكثر مما توقعنا حفل كان ناجح بشكل غير عادي كل الحفلات اللي اقيمت وفي البدايات كنا بنقول خميس وجمعة ثم جمعة وسبت ثم الثلاث ايام خميس جمعة سبت في كل هذه الايام كل الحفلات كانت محجوزة ومحجوزة قبلها بأسابيع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة